في حلقة يوم 15 نوفمبر اللي فات طلعت أنا هنا وقلت لكم إن أنا متشائم من التحقيق في قضية الممثل الأردني أشرف تلفاح وأخشى إنه يحصل في قضيته زي اللي حصل في قضية رجيني وتمنيت من قلبي محدش يروح ضحية كده هضر عشان يترمخوا على القضية دي إيه اللي ما شافش الحلقة بتاع 15 نوفمبر أبس قبل مفكرك أشرف تلفاح ممثل أردني قبل 11-11 نزل مصر عشان يعمل يعادل رسالة الدكتوراه بتاعته وهو قاعد في شقة فجأة اختفى وأطعت أخباره عن أهله في الأردن الشقيق فجأة خبطه فتحوا لقوه مرمي على الأرض موبايله جنبه ومتكسر ومتخرشم وبيوقال إنه كان في النزع الأخير والدول مستشفى مات وهو متحطم مضروب هنا وهنا ومتحطم وبعدين إنه بحققت وحتى التقرير الطب الشرعي قال إنه عنده كذا وإصابات في كذا ومش عارف إيه في بطنه وإيه في ظهره وإيه في راسه نقابة الممثلين الفن الأردني طلعت قالت لا إحنا هنحقق في الموضوع الفناني الأردنيين طلعوا قالوا لا إحنا مش نسكت وهنا تظاهر وبتاع أنا يوم 15 نوفمبر يوم الحادثة قلت أنا متشائم من التحييف القضية دي اسمع افتيك الرأي كده في النهاية كل العزاء لأسرة الفنان الأردني أشرف تلفاح كل عزائنا لأصدقاء الفنانين كل عزائنا لشعب الأردن الجميل الشعب الرائع كل تمنى بس إنه يهدي بال كل هؤلاء بإن الحقيقة تظهر من غير تلفيق من غير تعتيم عليها من غير ما نجيب ناس نقبض عليها ونقول هم دول اللي كانوا بيضربوا أشرف تلفاح وعلينا أن نحترم المتوفى وأسرته وعيب نقول كان في إيده حبة زرقى وإيده مخدرات كلام لا يليق مع حرمة الموتى ورعوا إن ده له أسرة ولعوا إن ده له أولاد ورعوا إن ده له أصدقاء يعني اتركوه حتى يعني الأيام رأفت به وأخرجته من هذا العالم الذي لا يستمر صفه فمش نقصة بقى إن كنتوا كمان بعد ما يخرج من الدنيا دي يعني تتخلوا عن الإنسانية وتصفوا بإنه كان بيتجر في مخدرات أو اختلف على مخدرات أو إلى آخرها كل ده كلنا تمنى أن تظهر الحقيقة وإن كنت أنا بصفة شخصية متشائم كانت ظهرت حقيقة تريجيني هتظهر حقيقة أشرف تلفاع ده اللي أنا قلته وصدقت صدق ظني حمد لله بص قوة الحكاية ما هيش تنجيم ولا هي زكاء خارق لا أنت بتقرأ التاريخ بعد تعدد الروايات وتأكيد أصدقائه وأسرته أنه تم قتله والاعتداء عليه النيابة المصرية الموقرة أصدرت بياد قالت ما فيش أي شبهة جنائية في وفاة الفنان الأردني أشرف تلفاع النيابة العامة بتقول الطب الشرعي لا شبهة جنائية في وفاة الفنان الأردني أشرف تلفاع نقرأ بقى تفاصيل البيان بتاع النيابة كده عشان إيه نقل مع بعض كده وما ليه وما أنت كنت يعمليه هنا جاي نقل مع بعض شوف كده إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق في الواقعة والصادرة بتاريخ 24 نوبامر الجاري فقر انتهت تحقيقاتها إلى عدم وجود جريمة في وفاة الموثل أشرف تلفاع بعد اتخاذها كافة إجراءات التحقيق اللازمة حيث كانت معينة النيابة العامة لمسكن المتوافى المعصورة على جثمانه لم تسفر عن وجود أي أثار عنف نعم تشير لوجود شبهة جنائية في الواقعة كما سألت النيابة على من الشهود الطيبين المحترمين من سكان العقار وسألت شقيقه وصديقه والذين لم تقف النيابة مش عارف إيه وخلاص وما فيش أي حاجة وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وأنها تعزي أو تعزى إلى حالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه وما ضعفها من التهاب رأوي شعبي حاد وارتفاع ضغط الدم الذي أدى إلى أنزفها داخلية انتهت بالوفاة ما هي الدورة الدموية دي ربنا خلقها في الجسم البشري عشان تخدم النيابة العامة في مصر أي حد يموت في الاحتجاز يموت في السجن ويقولك انخفاض في الدورة الدموية شوف سبحان الله شوف من إمتى الدورة الدموية من أول آدم لكن شوف بقى هتنفعنا إمتى بقى؟ هتنفع النيابة العامة في مصر من 2014 لحد الوقت أي عام الراجل دمات في السجن إليه؟ انخفاض حد في الدورة الدموية طب أشرف ترفع مات ليه؟ انخفاض حده حد له شوق في حاجة؟ احنا حرين والدورة الدموية بتاعت الناس احنا حرين فيها طبيعي الإقرار ده يقولك بالزبط كده ان في جريمة لأنه الطبيعي انك انت تاخد وقتك في البحث وانك تشوف الكاميرات إنه ما تقول لا ده الموضوع كده وخفطة الراس دي وكل الأنزفة اللي حصل ده لأنه رئته ما استحملتش طبيعي يا جماعة شوف انت تركيا وصلت ليه في قضية خشغجي؟ انت بشوف إيطاليا وصلت ليه في قضية جيليورجيني؟ أي قضية؟ ولا حاجة؟ نفس السيناريو بيحصل نفس السيناريو اهو النيابة العامة لوجه لإقامة الدعوة الجنائية في وقفات ريجيني بس ام ريجيني تحرق ليه؟ واتطفى فيه سجائر اللي في جسمه ليه؟ واترمى ببطنية جيش على الطريق الصحراوي اسكندريا الصحراوي ليه؟ واختفى ازاي؟ وايطاليا بتقول دي احنا معنا تسجيلات النيابة العامة طلعت قالت لا 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 ولا اي حاجة في الدنيا هنا راحل خلاص الفنان الأردني أشرف تلفع وورا غضب وحزن عبر عنه الفنانين الأردنيين وعلى فكرة عشان بس يعني ايه محدش يتهم نيابة المصرية نيابة المصرية زي الفل حلاوة نيابتنا اسألوا النيابة الأردنية مش عندها الجثمان عشان بس ايه؟ ما نجيش على النيابة المصرية اوي مش عندها النيابة الاردنية لديها الان جثمان الراحل اشرف تلفع ثم تعملو تشريح معاكو الجثمان دوت راتية اعملو تشريح وطلعو القرار كدا من النيابة ومن الطب الش ülري وهو اعلى مستوى قولوا كده هو ايه بقى اللي فيه إنما النيابة الاردنية مع النيابة المصرية الاتنين رصين في طايف الفينين الاردنين طلعوا قال لك لسه متمسكين بفك لوقظ المقتلوا شوف كده اه الخارجية الاردنية قالت ايه لا شبها اصلا ده الخارجية قالت ده ايه يوم 15 اتلق خبر كده يوم 15 عطول اتلقى 17 كمان اوه يوم 17 نبامبر اتلقى مفيش اي شبه خالص الرجل اتقتل 14 انتو طلعوا يا خارجي اردنية البيان 17 تقول لا دا ما فيش اي حاجة فيه تاب استنوا شوية تاب استنوا لما ييجي عندكم انتو دولة ذات استقلال لا احنا نزع المصريين فاشرف تلفاح ايه اشرف تلفاح يعني